ألف مبروك، كثير من الاختبارات يريد لكم حلقة توضح لكم الأشياء التي تخوف ماذا يحدث على ايفون SE، النوت الجديد والتسريبات عنه ويجب أن نقول الروبوتات ستحكم العالم إذا اضبطت الأشياء التي في الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم فيصل السيف من استوديو التقنية والعلوم الحمد لله، رجعت مدينة الرياض جوجل اي او من أجمل الأحداث التي حضرتها كمية محتوى ستأتيكم بإذن واحد احد جداً جميلة فالله يسرها يا رب العالمين أخباراً لهذه الحلقة سأذهب لأول خبر وسيكون في العلوم واحد يزرع اذن له على يده أو واحدة بالأصاح القصة ما فيها هي جندية وتعرضت لحادث في سياراتها تقلبت السيارة كثيراً الحادث لم يكن العلاقة في كونها جندية ولكن بسبب هذا الحادث قدر الله عليها وراحت اذنها اليسار بعد ما راح اذنها اليسار يحاولوا معها يعملوا ريكونستركشن سيرجي عمليات اعادة تكوين اعادة تشكيل بالأصاح فالذي حدث ان احد الأطباء قال لها كخيار ما رأيك نزرع لك اذن؟ نسوي لك اذن؟ هذه الأذن الجديدة ستكون مطافقة نوعاً ما لأذنك الماضية تنزرع في جسمك وبعدين ستركب لك ياها على مكان الأذن الذي راحت اول حاجة القناة السمعية سليمة ما عندها شيء هي تلحمت بعد الحادث ولكن رجعوا وفتحوا القناة السمعية وبدأوا يزرعوا لها الأذن على مراحل مراحلها تمتد الى ثلاث سنوات الأذن تم زراعتها تحت احد السواعد الأذن هذه اخذوا بعض الخلايا من الجسم وفيها عمليات كثيرة بحيث انه تبدأ الأذن تنمو تدريجياً عندما تنمو الأذن بشكل كامل وتصبح مهيئة ساعتها يتمموا على بعض الجراحات التجميلية لنقل الأذن الى نفس مكان الأذن العادية ليس أول مرة يحدث هذا الموضوع قد صارت قبل زرعوا أذن على ظهر الفار والخلايا كانت مأخوذة من أحد الأبقار فقدروا يسوي منها التشكيل هذه الطب قاعد يتطور رب العالمين سبحانه وتعالى اشغال وما اتيتم من العلم إلا قليلاً فكل هذا الشيء الذي نسمعه برضو ولا شيء قدام علم رب العالمين المهم في نهاية الجراحة بإذن واحد احد تستطيع تحصل على أذن مجموعة الأشياء الى الحين الانسان يستطيع زرعها منها اذان منها انف منها ايضاً بعض الصمامات التي في القلب يستطيع زراعها ويستخدموها خبر طويل ولكن جداً جميل تخيلوا مستقبل البشر بطول عمرهم كيف سيحدث اذا هذه الأشياء سيقدروا يعوضوها بدل القطع المفقودة عندهم وتخيلوا الحالات التي اصلاً يحتاجوا شيء كذلك يوم الصفر في كيب تاون سمعنا عنه اذا ما سمعت عنه اذا اوضح لكم يا قالوا انه في شهر ثلاثة في عام 2018 كيب تاون ستصل ليوم الصفر يوم الصفر الذي لا يوجد موية في كيب تاون الموية لديهم مشكلة جداً كبيرة وايضاً الجفاف مصيبة اعظم فعندهم جفاف شيء مخيف في كيب تاون عام 2019 بدون تحديد شهر كون انه جاء يوم شهر ثلاثة هذا جاء وما صار شيء الذي هم توقعوا بالسوء الذي هم اتخذوا وقالوا لا نأجل يوم الصفر ولكن نستمر في الحرص على توفير المياه لأن الإجراءات التي اتخذوها في توفير المياه هي التي ساعدت على تأجيل يوم الصفر في كيب تاون راجعوا موضوع يوم الصفر خطر عالمي يحدث في كامل كوكب الأرض بلو عصول على المياه اللي يسموها فريش واترز اللي هي المياه النقية النظيفة ليس الموية المال في حرقة البحر ليس الموية التي تستطيع شرب هذه مشكلة عويصة تتواجه بعض الدول العربية ايضاً لو تكلمنا عن الأردن الجفاف عندهم شيء كبير فنحن نتكلم عن مصيبة ضخمة اذا اتخذنا الأسباب نجد ان الأمور صحة للتذكير لديكم كابشنز بالانجليزي وبالعربي ومن باب التذكير كثير من الذين يرونوا الحلقة لا يكونوا اصلاً مشتركين في القناة فاضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في قناة UpToDate وتعرفوا الأخبار أول بأول ولا ننسى مقارنات الرمضان قوية بإذن الله وخمس مقارنات قادمة خلال ثلاثة سابيع تابعوا والتصويتاتنا في الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن جوجل وأنتم أكثر شيء بظهركم وعجبكم أكيد توقعناها أن أكثر الناس يقولوا مكالمة الروبوتات وبالفعل من أجمل الأشياء التي حدثت في مؤتمر جوجل أيضاً واجهة الاندرويد بي وبعض الناس 2% منهم قالوا نيه نيه في دبي صار حدث من أمازون ليس أمازون الطلبات أمازون كلاود خدمات من أمازون وعلى فكرة هناك موقع كثيرة حول العالم مصطنافة في سحابة أمازون سألنا مسؤول أمازون كلاود الآن خدماتكم تتوقع تكون قريبة وتجذب دور الحكومية والجهات الحكومية في الوطن العربي أو لا؟ طيب نريد أن نظر المسؤول على نهاية النظر أقام التواصلات للحكومية تكون موظوظة ومقراركية ويوضر بيوء ويوضر بيوء ويوضر بيوء ويوضر بيوء ويوضر بيوء ويوضر بيوء ويوضر بلد ويوضر الوطن العمل تأكد إنهم ونموظر بيوء ثم يستطيع تزول بيوء طيب شيء مهم وشو تقول لكل اللي خايفين على معلوماتهم وبياناتهم لأنه منطقية أنا بجيب أحط علوماتي بياناتي كجهة حكومية في السحابة إذا ما كانت لوكن هنا السيرفرات حقتي لش أحطها عندك؟ So customers have control of their data that's extremely important to understand customers control their data and on the cloud and they can do encryption on it they can do analytics on it they can decide where it's stored as well too in whatever region that AWS offers as well this is key and along with that as well too they can store their keys locally too and what that means is that when they want to decrypt and encrypt the keys are with them or with one of their partners in wherever they decide to store those so that control that visibility that accountability can only be offered by the cloud and pretty much only by the AWS cloud because of our and that's where we're very excited as our customers continue to build services and have that security that they need الناس اللي موجودين في أمريكا الله يعينهم يا رب العالمين لما نتكلم على شهر جون شهر ستة هيكون تطبيق قتل النت نيوتراليتي نت نيوتراليتي تم تحفيزه وتشجيعه مع الرئيس باراك أوباما وبعد ما راح أوباما وجاء ترامب ألغى مسألة النت نيوتراليتي مع التصويت اللي صار في ديسمبر عامل 2017 وعشان اوضح لكم نت نيوتراليتي إذا انت تأخذ انترنتك من شركة اسمها اكس شركة اكس الحين في الوضع الحالي في أمريكا تعطيك انترنت وتقول لك هذه المساحة اللي عندك في اليوم تحملها وهذه بقيمة عشرة دولار الخطة الجديدة تقول لك هذه المساحة اللي تتخزنها وهذه عندك القيمة بعشرة دولار ولكن ترى اليوتيوب لا تتفرج إلا 720 ونتفليكس لا تتفرج في الدقة إلا 720 تبغى فول اتش تي تفعل 20 دولار يطيق كيف سيحدث الوضع من شركات الاسم بيزودين خدمة الانترنت انه ماذا سيتخذوا قرارات شريرة ضد المستخدمين وضد الشركات الشركات بتعاني ايضاً فننتظر ونشوف والحمد لله الوضع عندنا في النطقة العربية مثل العسل امور كويسة او ما في شيء يسموه نت نيوتراليتي الى الان اخذني الموضوع حق دوبليكس من المكالمات اللي سواها نظام الدوبليكس في جوجل تذكروا مؤتمر جوجل اي او كان في مكالمتين واحدة اتصلت على صالون احلاقت موعد واحد ثاني في مطعم هذه المكالمات كانت من الروبوتات والذي كانوا يتكلمون هم نفس الاي اي مع الذكاء الصناعي موجودين بتعلم الالات وهذه كلها صارت بنظام الدوبليكس من جوجل الان هناك مخاوف عالمية من نظام الدوبليكس وحماية خصوصية الناس بانت لما يأتي يتصل عليك روبوت هل لك حق تعرف ان اتصل عليك روبوت او لا ؟ هل يمكن ان اتصل عليك مسوق من هؤلاء الروبوتات ويقنعك في البضاعة التي تحتاجها وقبل قليل كنت تشاهده على البرازر او لا ؟ مخاوف كثيرة ومتوقع سم قوانين كثيرة لحماية البشر من هؤلاء الروبوتات التي صوت بس صوت لم يأتينا للثانيين ونأتيكم في الحلقة شيء ثاني يخوت من ديوبليكس الروح لسناب شات وسناب شات بدأت في امريكا والولايات المتحدة الامريكية بتحديث الواجهة الرد الثالثة مدلل الرابعة مدلل الخامسة تحديث الواجهة الجديدة والواجهة الجديدة تحلك قيارات اكثر في سرد اصحابك الناس يمكن تعرفهم او لا قصة وناس يمكن تهتم في معرفتهم هذا الاسلوب سناب شات برضو يتمنى انه بيرجع جذب الناس لهم نمو سناب شات نذكركم مهوب جداً كبير في الفترة الماضية ولكن تظل في المنطقة العربية بالذات المملكة العربية السعودية من اهم منصات تواصل اجتماعي اذهب الى استفتاء ومتحدث عن تحديث الاندرويد بي سويته على احد اجهزة الفيكسل اللي موجودة عندي بصراحة في شوية بقز يعني سناب شات هو اللحية ما يفتغل على ايها من الاخر المهم اذهب الى بعض الناس لما سألناكم قلنا لكم حدثت جهازك الاندرويد بي واحدة ثمانية في المئة قال جهازي غير مدعوب غريبة كانت الاستقل كبيرة ولكن لماذا؟ انه لا يوجد سامسونج ولا اجتي سي ولا الجي نذهب الى الروبوتات ولكن ليس لأخبار لتخوف اول شيء وخبر عن اجراء اول عملية بمساندة روبوت العملية كانت لازالة احد الاورامل الموجودة على نفس العمود الفقري في علو العمود الفقري العملية هذه في العادة تحتاج ان يكون عندك قطع في الرقبة وبعدين يصبح نفس الجراح من المنطقة هذه يصل للعامود الفقري ويقوم بعمل أشياء العملية التي صارت ب20 ساعة في الفقرة الثانية او في المرحلة الثانية من العملية ساند الروبوت في ازالة الورم في العادة يستخدم الكيموثيرابي يستخدم المواد الكيميائية على اساس ازالة الورم في اللي صار انه استخدموا الروبوت فساند بطريقة ضخمة جداً في اتمام العملية بازالة الورم بشكل جداً ممتاز وبعدين يكملوا الجراحين على اساس ان يضعوا الأعظام البديلة للساعة والحمد لله رب العالمين بعد 20 ساعة الأمور تمام الخبر هذا او بلا صح العملية صارت في عام 2017 من 6 شهور تقريباً لماذا يستنوا للحين عشان يطلعوا الاعلان الصحفي لانه نفس الشخص الذي اجر العملية اموره تمام بالفعل تم ازالة الورم بشكل كامل وتم تعافيه وقعد يمشي وعيش حياته طبيعية بشكل جداً جيد اذا الروبوت الكويس الرائق والذي سيجسيره بعد قليل هذا انسان جميل جداً يجعلوا كثير منه كثير من الروبوتات نذهب الان الروبوت الشرير سبوت ميني أبشركم بيبدأوا يبيعوا سبوت ميني اللي هم بوستن دايناميكس النسخة المصغرة من الكلب هذا الذي موجود او بلا صح حيوان ولكن ليس بكلبي اعتبروا ان انشكله حيوان على اربعة ارجل سيبدأ ويتاح في عام 2019 للشراء والتداول سيكون ازن حوالي 66 باوند هذا سيساعدك في اتمام بعض العمليات ويكون مساند لك بطارية تستمر لتسعين دقيقة قبل ان يتم شحنه مرة اخرى ويذهب ايش حن نفسه ايضاً يدبر اموره المهم ايضاً الشركة نفسها اطلقت الفيديو الاخير لنفس هذا الحيوان هو قادر دعنا نسميه سبوت ميني على طول من الاخر طلعوا فيديو سبوت ميني ويتمشى في مقر الشركة ويظهر درج وما درج وورونا ايضاً في هذا الفيديو طريقة تحليل سبوت ميني بكاميرات ثلاثية الابعاد 3D سكانرز كيف يمكن ان يشوف كل شيء وكيف يمكن ان يحلل الاجسام ويحلل الاشخاص خلال انه يمشي الفيديو يجب ان ترى كمية التطور مو طبيعية بالاضافة للنسخة التي سيتم بيعها سيعطوك خيار على نفس هذه النسخة بوجود ذراع لها كمل النسخة واي تاريخ بالضبط في عام 2019 الى الحين ما نعلم وايضاً نفس بوستن دايناميكس طلعوا خبر ثاني عن اطلس اطلس مهوب على اربع رجول اطلس على رجلين ويجابوا لك ايهم قاعد يجري وهالمرة الغريبة في الفيديو انه ليس قاعد يجري وعليه السلك اللي في العادة يكون على اطلس لان اطلس قد تشوفناها زمان هو قاعد ينطمم فوق سناديك اطلس قاعد يمشي يا جماعة مروق في غابة كذا قاعد يتمشي ويركب يهرول بغابة مروق اطلس فامور اطلس ايضاً مستقبلاً يمكن يجي للتأكيد اطلس الثلاث اشياء التي ركزت عليها بوستن دايناميكس في اطلس توازن الروبوت كيف؟ يقدر يوقف على رجل واحدة ويقدر يضربه بثقل ويقدر يوازن نفسه وهو على رجل واحدة ايضاً الشيء الثاني انه يقدر ينط يقفز ويبعد عن الحواجز والشيء الثالث لا يحتاج الى ارض مسطحة لكي يستطيع يمشي يعني الارض لو كانت حجر ويقدروا فيديو ويثبتوا في هذا الشيء لو حجار يستطيع يمشي عليها بشكل طبيعي لقى ابستكل طمر عليه طمر فوقه بالاصح وبعدين عدته وايضاً يستطيع يجري اذا انت من محبين الروبوتات ابن الحلال اعد النظر انا انت من محبين الروبوتات ابن حتى لو عدت النظر لا ادري احسوا ان يريد ان نجيب لنا واحد انا باستن دايناميكس انظروا بلاك ميرر اي حلقة الحلقة الاخيرة او اي حلقة اي حلقة اسمها اي حلقة اسمها ممتاز نظر لكم حلقة بلاك ميرر لازم تشوفها ستشوفوا هذا الكلب شايفيه تطلع في الفيلم لكن دعوا اعمل الحلقة ونكمل اخبار وعلى سيرة الاشياء المبهرة الحلقة الماضية فعلياً سألناكم وقالنا لكم هل ترى ان الذكاء الصناعي وصل لمرحلة مبهرة اكثركم قالوا نعم مرحلة مبهرة جداً ففعلياً الذكاء الصناعي سيساندنا في حياة افضل وايضاً يمكنكم في مخاطر منه احمد عرفت اي حلقة السيزن الرابر اسمها متل هيد سيزن اربعة الحلقة الخامسة اسمها متل هيد هذه نفسي اذهب الى النوت والنوت 9 اخيراً اخبار تقول ان النوت 9 سيطلع في شهر جلاي شهر سبعة شيء غير متوقع واذا فعلياً فعلت سامسونج هذه الحركة يعني ان عندهم شيء لا سيقوم بخطوة مثل هذه ويضعوا الاس ناين بدري الا في الموضوع اول شيء عندنا سامسونج جالاكسي اس 10 اس 10 اكس وايضاً الاكس هذه الجوانات شخصياً لا اتوقع تأتي الا بداية السنة الجاية لماذا؟ اسمها هذه سنة الاس 9 والنوت 9 هذا شيء طبيعي الاكس اللي هو النسخة العاشرة المفروض يطلع شيء ثوري نفس السلسلة اللي صارت مع شركة ابل والايفون اذا حسب التوقعات الجالاكسي الجديد يمكن يطلع بشهر سبعة شهر ونصف ساعتها اذا تريد تعرفوا انه بالفعل سيحدث في شهر سبعة في الحلقة نفسه لكنها غمزة في الموضوع هذا يكون صحيح بالألقات والتسلسل الصح ساعتها ان شاء الله سيكون الامور تمام وايضاً سيكون فيه خاصية الشاحن كويك تشارج 4 وايضاً سيكون فيه المعالج الجديد سواء الكوالكم سناب دراجون 845 او اكسونس الجديد 8910 فنتكلم على امكانيات جداً جيدة موجودة كجهاز هاردوير واكيد سيأخذ الـ DNA والمواصفات السوفتوير التي جاءت مع الـ S9 Plus هنا نعرف ان النوت سيكون واحد من اقوى اجهزة هذه السنة والمتحدي والتي الأكبر له اللي سيستطيع التحدى هو والـ P20 Pro سيكون الـ Mate 10 Pro وسيكون ايضاً من الـ Pixel 3 عندما يتم اعلانه احمد هنا يقول الـ V40 شخصياً لا ارى ان الجي تعطي شيء جداً ضخم هذه السنة من خلال سلسلتها فهل انتو تتوقعوا ان الجي ستجيب اجهزة جيدة هذه السنة او ترى ان الجي لا ستقدر انها شيء مبهر او ستعلن شيء جديد ولكن لا سيكون مرة جيدة وهنا نأتي للـ iPhone SE المتوقع انه يكون خلال مؤتمر المطورين WWDC القادم لم تكني دعوة رسمية الى الحين سبق وحضرته مرتين وحضرت الـ iPhone مرة الحمد لله رب العالمين ويمكن خيرة عشان نسوي بث مباشر لتغطية المؤتمر اذا اريدكم بث مباشر ايضاً موجود عندكم التصويت ولكن لا بلا تصويت اتمنى ان اعطوا لايك على هذه الحلقة ونجعل الناس اكثر يتحفزون ان نسوي بث مباشر نأتي للـ iPhone SE والشيء المتوقع حسب الاغلفة التي تم تسريبها لنفس الجوال انه يكون نفس الجسم والبادي لـ SE الأول ولكن الشاشة تكون نفس الشاشة لـ iPhone X سيكون فيها نوتش علوي نفس المأكول ولكن لا سيكون فيه تشين من تحت وسيكون الجوال جميل جداً من وجهه ولكن الجسم البادي اللي تعودنا عليه من ايام iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5S يرجع نفس هذا الشيء مع iPhone SE 2 ويكون وضع جداً جميل من شاشة امامية كاملة ولو جابوا شيء كذلك اكيد لا سيضعوا سعر اقل من 650 دولار ولكن ساعتها يمكن يستاهل لانه جابوا افضل ما عندهم من تصميم سبق راج عند الناس بشكل كبير وايضاً شاشة حالية هي الأخيرة من شركة ابل نهاية الحلقة وكل حلقة اعطيكم العافية على المتابعة دائماً وابداً سبحانك الله وبحمدك اشهد أن لا اله الا انت استغفرك اعتوب اليك لايكات وسبسكوريبات وخليكم دائماً ومشتركين في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته